وقع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة اليوم وثيقة مشروع دعم دولة الكويت في تعزيز دور المرأة ويساهم هذا المشروع في تحقيق مجموعة من أهداف خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت 2015-2020 لمساعدة الكويت في القضاء على كافة صور التمييز ضد المرأة وتمكين أجندتها ضمن أهداف التنمية المستدامة في الكويت أحد أهداف التنمية المستدامة هو SDG5 اللي نحن الآن في صدد تعزيزه أنه يكون للمرأة دورا أكثر في الممارسة السياسية سواء على مستوى الديمقراطي للبرلمان أو على مستوى الحكومة أو على مستوى القيادات الدولة الأمر الثاني وهو اللي تهمنا في الوثيقة أيضا أن يكون هناك جندر بازيتف بارسي وهي سياسات تعزز موضوع المساواة ما بين الجلسين هذا أمر مهم جدا أن يكون لدينا تصور عام وخطة عمل واضحة للحد من العنف ضد المرأة هذا أمر للأسف ظاهرا موجودة ليست في الكويت فقط وليست في الدول العربية فقط ولكنها موجودة على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر